سنة عصيبة مرت على ليبيا وشعبها بعد شهور طويلة من الانتظار والتأمل والحلم بإجراء انتخابات رئاسية شفافة من شأنها أن تخرج البلاد من بوتقة الانقسام والصراع رغم الجهود الليبية والإقليمية والأممية الحديثة التي تظافرت خلال العام 2022 إلا أن الجمود كان سيداً موقف بعدما باءت اللقاءات العشرة بين مجلسي النواب والدولة بالفشل في وضع القاعدة الدستورية وسط اتهامات متبادلة بالوقوف وراء تعطيل الانتخابات التنافس على السلطة خلف اشتباكات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد بين أنصار حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً والحكومة المكلفة من مجلس النواب تسببت في مقتل وجرح العشرات وهددت بنهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020 قرار حاسم من مجلس الأمن اعتبره الشارع الليبي بصيص أمل قد ينعش الوضع المتأزم في البلاد بعد تعيين السنغالي عبدالله باتلي مبعوثاً أممياً تعلق عليه آمال كبيرة لجمع الليبيين على كلمة سواء بعد فجل المنصقة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز في تحقيق ذلك لكن سرعان ما تسعى الشرخ بين الفرقاء السياسيين بتعليق المجلس الأعلى للدولة تواصله مع رئاسة مجلس النواب وأعمال اللجان المشتركة إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي بدلاً عن الضائرة الدستورية سنة حبلة بالأحداث في ليبيا حتى أيامها الأخيرة ففي ديسمبر الجاري استيقظ الليبيون على خبر تسليم ضابط المخابرات السابق أبو عجيل مسعود إلى واشنطن لمحاكمته عن التورط في تفجير طائرة لوكربي عام ثمانية وثمانين تسعمائة وألف قرار خلف انقساماً سياسياً وشعبياً وكالضوء في آخر النفق المظلم جاءت مبادرة المجلس الرئاسي لحل الخلافات بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا للوصول إلى توافق حول قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات مبادرة تشرئب إليها أعناق الليبيين مطلع السنة الجديدة على أمل أن يكون فيها حسن ختام أزمة طال أمدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر